عبر سكاب بن دمشق ينضم إلينا غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي بعد التحية السيدي يعني بعد 12 عاما من التجميد لعضوية سوريا في الجامعات العربية القرار الآن هو عودة سوريا مرة أخرى إلى حضن العرب كيف تقرأ هذا القرار وأهميته سواء كان في الناحية السياسية أو حتى في الناحية الاقتصادية في الداخل السوري تحياتي لك والاستداء المشاهدين هذا القرار من الناحية السياسية أعتقد بأنه قرار صائب لأن القرارات التي تتخذ بشأن سوريا في غياب سوريا هي غير موفقة باعتبار أن سوريا يجب أن تقدم وجهة نظرها في الاجتماعات التي تجري بشأنها وأن تكون تصيغ القرارات التي تصدر بحقها وأن تشرح لأشقائها العرب ما هو المطلوب منهم وأيضا ما هو المطلوب منها ولذلك أعتقد بأن هذا القرار قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو قرار صائب والاجتماع التشاوري الذي جرى في عمان كان الوداية لأنها سوريا لأول مرة تكون هي مشاركة في سيارة القرارات بعد 2011 أما من الناحية الاقتصادية فأعتقد بأن سوريا اليوم هي بلد يعني عانت من الحرب والويلات وأزمة كبيرة وتحتاج إلى إعادة أعمار تحتاج إلى رفع العقوبات تحتاج إلى أن تكون على علاقة جيدة مع جيرانها العرب يعني من أجل التجارة والتبادل التجاري وأيضا تبادل المنتجات وتعرف أن هناك حصار على سوريا مثلا من قانون قيصر وأيضا هناك عقوبات أوروبية ولذلك اليوم الدول العربية تستطيع أن تساهم في التخفيض يعني من هذه العقوبات على الرغم يعني من أن العقوبات المفروضة على سوريا ليست عقوبات أممية وإنما عقوبات ظالمة من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة طب هنا يعني أحدك سيد غسان قبل الحديث حول إعادة الأعمار هل برأيك من المهمة أيضا الحديث حول وجود حوار وطني داخلي يؤدي إلى استقرار وضمان وحدة سوريا ومن ثم العكس الحوار الداخلي الوطني أو الناحية السياسية على الشق الاقتصادي هذا مأمول طبعا يعني دائما كانت الدولة السورية تقول أن الحوار يجب أن يكون وطني داخلي مع المعارضة لا أن تكون الحوار يعني كانت سابقا يعني واعذرني حوار سوري سوري داخلي بعيدا عن أي تدخلات إقليمية نعم نعم هذا هو المطلوب ولكن أنا أقول لك اليوم أصبح الحوار أفضل وأسهل باعتبار أن المعارضة السورية يعني أين كانت موجودة مثلا في دول عربية وفي دول إقليمية عندما تصبح يعني أذى المعارضة غير مرتهنة لدول أجنبية أو دول عربية يعني وكانت علاقات سوريا مع هذه الدول غير جيدة لا تستطيع الدولة السورية أن تقيم حوار وطني يعني لاحظ مثلا فشل مسار جنيب فشل لجنة دستورية فشل الكثير من المؤتمرات لماذا؟ لأن المعارضة الموجودة هناك كانت تأتمر مثلا بأوامر تركية نصف اللجنة الدستورية هم يأتمرون بالأوامر التركية أنا أقول لك اليوم أصبح الموضوع أسهل لأن تركيا تتقارب مع سوريا الدول العربية أيضا مدت يدها لسوريا المعارضة ليس لها ملجأ إلا الدولة السورية والحوار مع الدولة السورية إذا حدث هذا الحوار يجب أن يحدث في دمشق وإذا شكلت لجنة دستورية جديدة ستشكل بمعارضين سوريين يعيشون في الداخل السوري ويعقد المؤتمر الوطني في دمشق ويكسب الدستور ومن ثم تجري انتخابات برلمانية ورئاسية وهذا يعني لا غبار عليه وليس هناك أحد يختلف مع الدولة السورية بهذا الشأن والدولة السورية تريد حوار وطني شامل وجامع ولكن بدون تدخلات خارجية نعم هنا بعد عودة سوريا إلى حضن العرب من الأخرى وحضرتك تحدثت سيد غسان على قانون قيصر ومحاصرة سوريا طبعا في ناحية الاقتصادية كيف يمكن أن يكون المصالح العربية دورة مهمة جدا في الضغط على هذه الدول الأوروبية في محاولة لرفع الحصار عن سوريا وبالتالي تنتعش الأحوال الاقتصادية وتبدأ سوريا في الإعمار بسهولة ويسر أنا أعتقد أن الدول العربية تستطيع أن تشارك تذكر خط الغاز العربي كيف أوقفته واشنطن أيضا أمس كان هناك مشروع قرار لتوسيع قانون قيصر على الرغم من أنها سبتة لكل العالم بأن قانون قيصر أثر على الشعب السوري وتبين ذلك من خلال كارست الزلزال حيث لم تكن الدولة السورية تملك المعدات الحديثة لانتشال الضحايا أيضا الولايات المتحدة هي لم تشارك ولم ترسل مساعدات وبالعكس حاربة الدول التي أرسلت المساعدات الإنسانية لذلك حتى الدول الأوروبية تصور أن الولايات المتحدة كان لديها شركات نفط تعمل في المنطقة الشرقية بشكل قانوني والاتحاد الأوروبي عندما بدأت الأزمة في سوريا والحرب في سوريا أوقفوا التعامل مع الدولة السورية واشتروا النفط من داعش وجبحة النصرة عبر وسطها في تركيا والعراق ولذلك اليوم الدول العربية تستطيع لاحظنا في بداية الانفتاح العربي على سوريا كيف مثلا الإمارات مصر السعودية طالبت برفع مثلا الحصار عن سوريا بمثلا تخفيف قانون قيصر أو إلغاء قانون قيصر الدول العربية اليوم مجتمعة يعني هي جميعها في الدول العربية في جامعة الدول العربية في القمة العربية التي ستعقد غدا هذا يساعد على أن الدول العربية تتبنى موقفا يعني واحدا من أولا عدم فرض عقوبات أحادية على سوريا رفع قانون قيصر رفع العقوبات الأوروبية صحيح أيضا أيضا تستطيع هذه الدول أن تدين الاحتلالات يعني الاحتلال التركي الاحتلال الأمريكي الاعتداءات السعالية على سوريا أيضا يمكن للدول العربية مثلا أن تطالب بسيطرة الدولة السورية على المعابض بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة أي يمكن لدول جوار أن تساعد في مكافحة المخدرات والإرهاب وتشفيف منابع الإرهاب تصور بأن هناك جيش يسمى جيش سوريا الحرة مدعوم من التحالف الدولي في قاعدة التنف وهذا مكلف بالمنطقة الجنوبية لديك جيش سوريا الديمقراطية لديك الجيش الوطني التابع للتركية لديك جفهة النصرة كل هذا تستطيع الدول العربية أن تصور وتقول هناك يجب إنهاء هذه الميليجيات وعودة سياسي هي خطوة مهمة جدا طبعا عودة سوريا إلى حضن العرب مرة أخرى قرار طبعا مهم جدا وبالتالي سوف ينعكس على الناحية الاقتصادية بالتحديد لأنك عندما تتحول إلى أمن واستقرار سياسي هذا ينعكس بالضرورة على الناحية الاقتصادية سيد غسان أنا أعتقد هذا الكلام دقيق مئة بالمئة إذا كان هناك مثلا تجارة بينية بين سوريا والدول الجوار العربية أو الدول الخليج مثلا أو الدول العربية جميعها سينعكس على سوريا إذا كانت سوريا ممرا مثلا ممرة ترانزيت لتركيا إلى دول الخليج سينعكس أيضا على سوريا إذا كان هناك يعني هدوء وأمان وسلام في هذه المنطقة سينعكس على سوريا لاحظ يعني مثلا السياسة الصينية الزكية كيف مثلا وقفت إلى جانب سوريا وأيضا من أجل مبادرة الحزام والطريق وأيضا يعني قامت بعقد أو بالمساعدة على عقد اتفاق بين السعودية وإيران ولذلك اليوم نحن نعيش عالم متعدد الأقطاب خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية وبعد الانتفاقيات الصينية الروسية وبعد الانفتاح العربي على الصين يعني تصور مدى العلاقات الكبيرة بين الصين مثلا والدول العربية كالسعودية ومصر والإمارات وغيرها ولذلك اليوم كل الدول العربية تريد لهذه المنطقة أن تكون منطقة وقام وسلام ليكون هناك يعني شرق أوسط أوروبي كما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهذا لا يتحقق إذا لم يكن هناك علاقات جيدة بين الدول العربية لا يتحقق بأن تدعم مثلا مجموعات إرهابية في سوريا وأن يكون هناك أراضي خارج عن سيطرة الدولة نعم هو طبعا عودة محمودة للسوريا إلى جامعة الدول العربية إلى الحضن العربي مرة أخرى نعكس ذلك في الناحية السياسية على الناحية الاقتصادية وإعدة الأعمار مرة أخرى أشكرك على هذه التفاصيل عبر اسكاب كنت معنا من دمشق غسان يوسف الكاتب والمحل السياسي